طيب أهلاً وسهلاً بحضراتك هو يوم مهم مما لا شكل فيه بس أنا بشوف أنه على قد أهمية اليوم ده على قد أهمية اللبانينا على هذا الانتصار انتصار العشر من رمضان بالإجري انتصار 6 أكتوبر 73 بالميلادي اللبانينا اللبانينا تقدر تشوفه أو تقدر تبدأ تشوفه لما تشوف ملامح التنمية الحقيقية اللي بتحصل في سينة تنمية حقيقية كاملة شاملة زي ما بيت قال تنمية فيها القوات المسلحة اللي بتحافظ على أمن هذا الوطن تنمية فيها رجال الشرطة اللي أيضاً يحافظوا على الأمن الداخلي لهذا الوطن تنمية فيها أهالي سينة اللي سطروا ملاحم وليست ملحمة وإنما ملاحم على مدار تقريباً 50 سنة لحماية هذه الأرض مؤخراً لحمايتها من الإرهاب أيضاً ملاحم الحقيقة بتتعمل بأدين الناس اللي بتعمر سينة من أهلها ده واحد ومن كل ربوع جمهورية مصر العربية ده كده نمرة اتنين اللي بيخضروا سينة اللي بيبنوا البيوت في سينة اللي بيبنوا ويشغلوا المصانع اللي موجودة في سينة تزامناً مع هذا اليوم العظيم من ذكرى انتصارات العاشة من رمضان فإنه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية وبمرافقة سيادة الفريق أول محمد زاكي القائد العام لقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي وسيادة الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية قام الرئيس بتفقد الارتكازات الأمنية بنتاج قوات شر القناة لمكافحة الإرهاب وكمان التقى مقاتلي قيادة قوات شر القناة ومقاتلي الجيشين التاني والتالت الميدانيين وطبعاً بهدف الإطمئنان على الحالة المعنوية الأحوال المعيشية والإدارية للمقاتلين أثناء تنفذهم مهمهم في حماية هذا التراب الوطني أثناء فخامة الرئيس على الاستعدادات والجاهزية القتالية لعناصر القوات المسلحة حضرتكم يمكن شايفين جانب من زيارة وتفقد فخامة الرئيس لعناصر الجيش المصري وقوات مكافحة الإرهاب الرئيس أعرب عن تأديره لجهدهم والتضحياتهم للحفاظ على أمن مصر وسلامة أراضيها بعد كده توجه فخامة الرئيس لمركز العمليات الدائم لقيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب وده لمتابعة الحالة الأمنية واستمع لشرح مفصل بيتضمن عرض الخطط والقرارات المنفذة لتحقيق مناخ آمن بالكلية بعد عودة الحياة لطبيعتها ده بالتزامن زي ما كنا لسه بنتكلم من شوية مع عملية التنمية المتكملة واللي بتقوم بيها الدولة المصرية لشتى مناحي الحياة في سينة كمان التقى فخامة الرئيس القاضة والضباط وضباط الصف والجنود من مقاتلي قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب والجيشين الثاني والتالت زي ما كنت لسه بأشير لحضراتكم وأشات خلال اللقاء بهذا الجهد المبزول والاستقرار في هذه الرقعة الغالية من أرض مصر الرئيس وجه التحية لشهداء الوطن الأبرار اللي ضحوا بنفسهم دفاعا عن تراب الوطن دفاعا عن ننا وبيأكد أن الدولة المصرية لم تنسى شهداءها اللي أناروا بدماءهم طريق التنمية والبناء وأشار إلى تقدير الشعب المصري العظيم لما حققوا مقاتلوا القوات المسلحة المصرية ورجال شرطتها البواسل من بطولات للقضاء على الإرهاب وتطهير أرض سينة وعودة الحياة لطبيعتها حتى ينعم أبناءها المصريين بحياة كريمة كمان فخامة الرئيس قدم التحية والشكر لأهلينا في سينة واللي سطروا أعظم ملاحم البطولة والفداء جنبا إلى جنب مع الجيش ومع الشرطة ده كان ليه بالغ الأثر في توفير مناخ آمن يمكن الدولة المصرية من تنفيذ المشروعات اللي احنا بنشوفها بعنينا مش بنسمع عنها احنا بنشوف بالمناسبة والمسألة بسيطة وسهلة خب بعضك وتوكل على الله هتشوف الأمور بعنيك في مختلف المجالات على أرض سينة واحدة من أغلى قطع التراب الوطني شارك الرئيس أيضا المقاتلين في تناول وجبة الإفطار واستهلوا بالوقوف دقيقة أحداد على أرواح شهداء مصر الأبرار كمان كرم فخامة الرئيس عدد من جنود ومقاتلي قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب من ناحية تانية الرئيس كلمته تضمنت عدة رسائد تعالى نشوف من بينها مثلا رسالة حول التضحيات اللي قدمتها مصر علشان تقضي على الإرهاب مصر حققت هدفها رسالة على بذل الجهد الكبير في سينة وتعهد الرئيس ببذل كل الجهد لتنمية سينة بشكل أكبر عن السنين اللي فاتت الدولة بتدعم قوة ومكانة شيوخ القبايل ده كلام الرئيس والرئيس قال هنعمل على تدعمها وتعززها بشكل أكبر لن نسمح بتكرار الأحداث التي وقعت في سينة خلال السنوات الماضية وفي أي من ربوع مصر الرئيس بيأكد وبيقول أنه فيه احتفال كبير بما تم إنجازه في سينة ومن خلال الاحتفال ده هيكون فيه شكل آخر للدولة المصرية في سينة الرئيس تكلم عن الأزمة الأوكرانية وقال أنها ممكن تمتد الوقت أكبر وبنشتغل على تجاوز أثرها وامتصاص تبعاتها